اشتركوا في القناة السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد قلنا بأنه يمكن أن يذكر أو تذكر في زيارة الحسين جهات من البحث الجهات الأربع التي أشدنا إليها بالأمس طبعا هذه الجهات كما تعلمون أن الأعلام اختلقوا في حكم هذه الجهات الجهة الأولى وهي أنها واجبة أو مستحبة وهنا انقسم فقهاؤنا إلى قائل بالوجوب مطلقا وإلى قائل بالاستحباب مطلقا عندما أقول مطلقا يعني أنه في كل الأزمنة وفي كل الشرائط وفي كل الأمكنة إلا لعناوين ثانوية لكذاك حديث آخر سبنذر افترض القائل بالاستحباب إذا الزذر يكون ماذا يكون واجبا أو القائل بالوجوب إذا تزاحم مع واجب آخر أهم يكون ساقطا الآن دعنا نتكلم في العنوان الأولي في العنوان الأولي فقهاؤنا لم يلحظوا الزمان لا في الوجوب مطلقا ولا في الاستحباب مطلقا القائل بالوجوب قائل بالوجوب مطلقا والقائل بالاستحباب قائل بالاستحباب مطلقا بغض النظر أنه ما هي الظروف التي تحكم هذه الزيارة هل أن الظروف على سبيل المثال الظروف التي كانت في العراق في الزمان البائد أو في زمن بن أمية أو في زمن بن العباس ونحو ذلك أو الظروف تكون الحافظة كما في هذه الظروف التي الآن موجودة أن الأنسان أو الزائر الزوار أحرار في الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين أن الزائر قليل أو أن الزائر ماذا كثير لا ينظرون إلى هذه الجهات وإنما يقول بالوجوب مطلقا أو بالاستحباب مطلقا هذه الجهة الأولى الجهة الثانية أنه إما واجبة مطلقا حتى مع الضرر أو واجبة مع عدم الخوف من الضرر إذا كان هناك ضرر وضرر كبير فيجب أو لا يجب قل الضرورة الفقهية بأنه الأحكام تسقط ولا يجود الإقدام على التهلكة أيضا هنا نجد القائل بالوجوب أو الاستحباب سواء كان قائلا بهذا أو بذات يقول بأنه هذا واجب فيه ضرر أو لا يوجد فيه ضرر لا كم يقول مستحب فيه أو لا يوجد أو إذا كان الضرر كبير أو الضرر ماذا قليل على التفصيل الذي أشرنا إليه بالأمس لتفتوا جيدا الوجه الثالث أو الجهة الثالثة هو أنهم ذكروا في قضية أن زيارة الإمام الحسين أفضل أو زيارة الإمام الرضا الآن أنا ما أريد أن أشير إلى الفتاوى وأنظروا إلى من أفتوا بهذا قائل بأفضلية زيارة الإمام الحسين مطلقا وقائل بأفضلية زيارة الإمام ماذا الرضا مطلقا أعم من أن تكون ظروف زيارة الإمام الرضا كما كانت في زمان الإمام الجواك يعني لا يزوره إلا قليل خوفا من السلطان أو كما في مثل هذه الأيام اللي يزورونه سنويا ثلاثين إلى خمسين مليون زائر لا يغرق يقول لا نظر لنا إلى قلة الزوار أو كثرة ماذا الزوار وإنما النظر كل النظر إلى الدليل معرّا عن كل خفوصياته المحيطة به الجهة الرابعة قلنا تعدد الثواب أنه تعدل حجة واحدة تعدل خمس حجات تعدل عشر حجات تعدل مائة حجة واختلاف الروايات فيما يتعلق بالجهة الرابعة الأعلام في مقام الجواب أو بياني السبب في تعدد الثواب على زيارة الإمام الحسين ربط القضية بالزائر وأنه معرفته بالإمام أي قدر هنا إذا كانت معرفته عالية فله نحو من الثواب أما إذا كانت معرفته غير عالية فله نحو آخر من الثواب حتى لا أطيل على الإخوة الأعزاء في هذا المجال من أولئك الذين أشاروا إلى هذا المعنى المجلسي في المجلد مئة وواحد لعله بالي إذا أنا جايب معي مولانا بالي المجلد مئة المجلد مئة وواحد صفحة أربعة وأربعين من المجلد مئة وواحد هاي الطبعة اللي تعرفونها هناك يقول لعله أيضا بنحو الإحتمال وإلا واقعا لا يمكن الجزم فقط إحنا الوارد عندنا في الروايات تعدد الثواب يقول لعله اختلاف هذه الأخبار في قدر الفضل والثواب محمولة على اختلاف الأشخاص والأعمال وقلة الخوف والمسافة وكثرتهما فإن كل عمل من أعمال الخير يختلف ثوابها باختلاف مراتب الإخلاص والمعرفة والتقوى وسائر الشرائط التي توجب كمال العمل على أنه يظهر من كثير من الأخبار أنهم كانوا هذا البيان كما هو واضح أمامكم في قص منه يرجعه إلى ماذا؟ إلى أخوال السائل ولكن هناك في كلامه شيء آخر وهو يرجعه إلى قلة الخوف وعدم قلة شدة الخوف هذه بعد ما مرتبطة بالشخص وإنما مرتبطة بالظروف المحيطة ماذا؟ بالزيارة يعني بعبارة أخرى اللي يزور الإمام الحسين الآن في هذا الزمان شخص على درجة شخصان على درجة واحدة من المعرفة مو على درجتين من المعرفة على درجة واحدة من شخصان ولكن يزوره كان في النظام البائد ويزوره ماذا؟ في هذا الزمان هذه الدرجة واحدة من الثواب لهما أم درجتان من الثواب؟ إن قلت درجة واحدة معناه أنك جرتت الثواب عن الظروف المحيطة ماذا؟ بالزيارة أما إن قلت لا درجتان من الثواب هذا له درجة وذاك له درجة الإنسان الذي يزور لإرتمام الحسين ويحتمل أن فيه أن يقطع رأسه ويحتمل أنه يسجن يحتمل أنه تذهب عائلته هذا ومن يزوره الآن على درجة واحدة فبالسؤال ما الذي يتعدد يتعدد شخصية الزائر لا شخصية الزائر واحدة الذي يتعدد ما هو؟ الظروف المحيطة بالزيارة هذا هو السؤال الأساسي اللي نقف عنده طويلاً وهو أن هذه الظروف المحيطة الزيارة مثال بأي حكم شرعي لها أثر في الحكم الشرعي أو ليس لها أثر في الحكم الشرعي هذا الذي نعبر عنه بتأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي هذه قضية مركزية ومفتاح أساسي في فهم كل المعارف الدينية طبعاً الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي أيضاً عرض له الوافي في كتاب الوافي المجلد الرابع عشر صفحة ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانين يقول وأما اختلاف الأخبار الواردة في مقدار فضل زيارته عليه السلام على الحجة والعمرة وغيرهما فتارة وتارة إلى مئة أو ألف وغير ذلك فلعل الوجه فيه اختلاف الناس في عرفان حقه وحرمته وتفاوت درجاتهم في إخلاص النية بعد هذا لا يربطها بالعوامل الخارجية وإنما يربطها ماذا بالشكل سؤال ماذا نحن نعتقد في هذه الجهات الأربع الآن إجمالاً أقول تفصيل لعله إن شاء الله في محل آخر إخواني الأعزاء نحن نعتقد لا في هذا المورد بل في أمثال هذا المورد أن في الجهة الأولى وهي أنها واجبة أو مستحبة الجواب قد تكون واجبة في ظروف وقد تكون ماذا مستحبة مؤكدة في ظروف وقد تكون مستحبة متعارفة في ظروف الأخر هذا التشخيص بيد من؟ بيد الفقيه بيد الشخص بيد الحاكم بيد المتصدي ذاك بحث آخر المهم نحن نتكلم على مستوى الحكم بغض النظر عن تشخيصي هذا الحكم الجواب زيارة الحسين واجبة لو مستحبة مؤكدة لو مستحبة عادية أقول أنظر إلى الوضع الحاكم إذا كان الحاكم يريد أن يطفئ هذا النور الإلهي فتجب زيارة تتقول لي تجب زيارة الحسين حتى لو كان فيه إلقاء في التهلكة أقول ليس إلقاء في التهلكة بل هذا من موارد الجهاد في سبيل الله في موارد الجهاد ماذا تفعلون؟ هم تقولون إلقاء في التهلكة لو تقولون بأن هذا من موارد الجهاد فهناك تقطع رأسك تموت يقطع يدك يقطع رجلك تسجن تؤثر إلى غير ذلك يسقط حكم الجهادة ولا يسقط لا يسقط لماذا لأنه اساسا هو الحكم بنفسه ولذا في مباحث لا ضرر ولا ضرار قالوا انه هذه ليست متعارضة لانه قد يقول قائل الشارع قال لا ضرر ولا ضرار واذا انا اروح الى الجهادة تقطع يدي وهذا ضرر يقول لا اساسا اذا كانت طبيعة الحكم طبيعة ضررية اساسا غير مشمول لضرر لا ضرر ولا ضرر صنو مشمول لذا خارج تخصصا موضوعا اذا متى زيارة الحسين اذا سئل الفقيه واجب له مستحبه ماذا يجيب الفقيه على المبنى الاول يقول واجب مطلقة مستحب ماذا مطلقة اما على هذا المبنى الذي انا اقول واعتقده هو ماذا اقول لا بد ان ننظر الى الظروف الحاكمة فاذا كانت الظروف كذا فهي واجبة وان كانت كذا فهي مستحبة مؤكدا وان كانت كذا فهي مستحبة من المستحبات المتعارضة شؤال الثاني الجهة الثانية من البحث انه اذا لزم الضرر صار القاف التهلك ايضا اقول اما واما واما بحسب الظروف الحاكمة في الزيارة سؤال الثالث زيارة الحسين افضل لو زيارة الامام الرضا افضل على المبنى ها الجواب في ظروف قد تكون زيارة الحسين افضل وفي ظروف اخرى قد تكون زيارة الامام الرضا ماذا افضل وفي ظروف ثالثة قد تكون زيارة العسكريين افضل من الرضا والحسين كما في هذا الزمان في هذا الزمان واقعا اللي يرجع زور الامام الرضا اسهل عليه اقول يزور الامام العسكريين اسهل لو الامام الحسين المولانا ايهما اكثر خطرا وخوفا خصوصا قبل سنة وسنتين وثلاثة ايهما كانت ومن الواضح طبعا هذه سواحد يقول سيدنا هذه الفتوه قرائنها اذا نريد ندخل تفصيلا نخرج عن البحث ولكن سأشير اليها اجمالا من هذه الروايات هذه الرواية القيمة الواردة في البحار المجلد مئة واثنين في صفحة سبعة وثلاثين الرواية عن الامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام الرواية عن عبد العظيم الحسين قلت بالامس انه هذه الخصائص تجدها انت عند خواص اصحابهم عليهم افضل الصلاة والسلام الرواية عن عبد العظيم الحسني قال قلت لابي جعفر الامام الجواد قد تحيرت بين زيارة قبر ابي عبد الله عليه السلام وبين قبر ابيك عليه السلام بطوس فما تراه فقال لي مكانك ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خدي فقال التفت الى الجهة هذا اصل مولانا علينا القاء الاصول وعليكم ماذا التفريح هذا اصل قال قال زوار قبر ابي عبد الله كثيرون هو زوار قبر ابي بطوس قليل يعني شنو يعني نزور منه نزور منه لماذا سيدي القضية في ذاتها لا لا القضية في ذاتها لا حساب اخر يعني اذا كانت القضية في ذاتها ننظر الى افضلية الامة من كان افضل كانت زيارته ماذا افضل هذه في نفسها يعني زيارة النبي افضل له زيارة الامة لا اشكال ان زيارة النبي في نفسها افضل من زيارة الامة ولكن لا اعتبارات تجد ان التأكيد الوارد على زيارة الامة لا يوجد ايه في زيارة النبي هذه هذه مو في نفسها القضية مثال اوضح ايهما افضل الصلاة والسلام. قل لا شك ان الامام علي بن ابي طالب امير المؤمنين هو امام الامة وافضل من جميع الامة عليهم افضل الصلاة والسلام. ولكن انت عندما تأتي على مستوى الزيارة هل واقعا لامير المؤمنين في كل مناسبة زيارة او للامام الحسين في كل مناسبة زيارة. التركيز من قبل الاامة جاء على الامام امير المؤمنين على الامام الحسين. هذه مو لافضلية الامام الحسين على امير المؤمنين. بل لخصوصيات عارضة ادت الى ان تكون يكون الاهتمام بزيارة الامام الحسين افضل من زيارة باقي الامة بل لعله افضل من الانبياء. الجواب ايهما افضل اخواني زيارة الامام الرضا لو زيارة الامام الحسين. هذه تابعة للظروف اخوان العزاء اذا كانت الظروف مولانة ان الامام الرضا يعيش الغربة كما انه في النصوص كذلك كان غريب. وفي طبيعة قال ان زيارة الامام الرضا افضل من زيارة من? من زيارة الامام الحسين. واذا انحكث الامر مولانة. صار الامام الحسين غريب مولانة. زيارته تكون افضل. واذا الان الذي نجده في ائمة البقيح عليهم افضل الصلاة والسلام. نابد التركيز يصير على ما. اذا ما تضابط كلي قاعدة كلية في كل زمان ومكان وظروف ووووو الى غير ذلك. وكنت في البحث عادة الانسان عندما يقول رأيا يخشى انه منفرد بالرأي فهذه وحشة الانفراد مولانة بعض الاحيان بتعبير بعض الاعلام يقول للخروج عن وحشة الانفراد بالرأي وجدت ان بعض المحشين وهو من العلماء ايضا من العلماء تبريز وهو الطباطباء التبريزي الذي استشهد في اوائل الثورة ما تتذكرون لو ما تتذكرون الاخوة اللي عندهم معلومات عن اوائل الثورة الطباطباء التبريزي عند تعليقات قيمة جدا على الانوار النعمانية. مطبوعة في اربع مجلدات هو عند هناك تعليق قيمة في هذا المجال في المجلد الرابع من الانوار النعمانية صفحة اخواني مائتين وثلاثة وستين بعد ان ذكرنا بالامت رأي الجزائري في الانوار النعمانية انه فضل زيارة الامام الرضا على الامام الحسين هذه عبارته تقول هذا ما ادى اليه نظر المصنف يعني الجزائري تمسكا بظاهر الحديث المذكور ودلالته باعتبار التعليل المذكور فيه على استحباب زيارة الرضا على زيارة الحسين التعليل ما هو ان الامام الحسين يزوره كل الشيعة ولكن الامام الرضا يزوره خواص ماذا خواص الشيعة يعني فقط الشيعة الاذنى عشرية كما عشرنا بالامس ولكن من ينعم النظر الى هذا الحديث ويتأمل تأملا صادقا فيه مع لفت النظر الى الاحاديث الاخرى يظهر له ان هذا الاستحباب ليس على اطلاقه بل في زمان قل فيه زائر الامام الرضا اذا الافضلية مو مطلقة وانما الافضلية مربوطة بزمان معين وبظروف معينة قال ورغب ورغب عنه الناس لبعض العوارض الطارية والحلل الحادثة كما في بعض الاحاديث التي اشرنا اليها اذا فلا منافات بين الحديث المذكور في المتن الدالي على افضلية زيارة الامام الرضا وبينما يدل على افضلية زيارة الحسين عليه افضل الصلاة والسلام اذا خلت عن الاعتبارات الطارية والاحوال العارضة الى ان تقول مما تقتضيه الظروف والاحوال واوضاع الزمان وصروف الدهر ومن هنا نعرف ان هذا لا يختص بزيارة الرضا بل يعم زيارة كل امام او كل امام فالقضية الافضلية مدى نتكلم انهم ايهم افضل في نفسه من كان الافضل زيارته ماذا افضل هذا في نفسه ولكنه نتكلم في الظروف المحيطة بذلك الى ان يقول وتستدعيه خصوصية الازمان فان زيارته واقتئذ افضل من زيارة من يفضله عليه وزيارته على زيارته فما فضيلة زيارة واحد من الامة معما بمؤونة ما يضم اليها من الاعتبارات والخصوصيات الخارجة الى ان يقول فما فهمه المصنف كغيره من افضلية زيارة الرضا على زيارة الحسيني مطلقا من غير تقييد بما يظهر من مجموع الروايات كما ذكرناه فهو على خلاف ما يقتضيه النظر هو الجهة الرابعة من البحثة ما تصورت تضحت وهو انه تحدد الثواب نعم مرتبطة بمعرفة الزائر ولكن هذا بعد وبعد اخر ايضا ماذا ان الظروف المحيطة بزيارة الامام ما هي كلما كانت الظروف المحيطة احقد واكثر خوفا فكلما كانت الثواب ماذا اعظم والعكس بالعكس بس هنا يأتي سؤال حتى اختم هذه المقدمة ما لد اقيل فيها هنا يأتي هذا التساؤل وهو ان هذه الاحكام التي صدرت لانه الان اما وجوب واما استحباط واما حرمة على مبنى من يرى بان الالقاس في التهلكة ماذا حرام اذا زيارة مستحبة بشرط ان لا يلقى الانسان نفسه في التهلكة واما الحرمة سؤال هذه الاحكام التي صدرت من اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام او من النبي هل هي من الاحكام التشريعية الاصلية في الدين او انها من الاحكام الصادرة عنهم بعنوان انهم ولات الامر هذا ان شاء الله الان ما افصل الكلام فيه بعد ذلك عندما ندخل في بيان تقسيمات وانحاء التشريعات الصادرة بعبارة واضحة اريد ان اعرف ان هذا الحكم الصادر من الوجوب او الاستحباب من قبيل وجوب الصلاة ووجوب الحج ووجوب الصاوم لهم من قبيل الاحكام الصادرة من ولاة الامر كما يقال في بعض الاحكام الصادرة من الاندبي الاكرم انها صدرت منه بعنوان انه ما هو بعنوان انه ولي الامر اي منه هذه قضية ان شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عليها ولابد ان ننتهي من هذا الاصل الاساسي الذي غفل عنه كاملا في ابحاثنا الفقية اخوان لانه بعد ذلك سيتضح ان الاحكام الصادرة من النبي والا اما عليهم افضل الصلاة والسلام ليست على شكل واحد وعلى نحو واحد ومن سنخ واحد وعلى هذا الاساس عندما نأتي الى اي حكم صادر من النبي او الامام لابد ان نشخص نوعه وسنخه وحقيقته انه اي نوع من الاحكام الصادرة الان انتم القائلون بولاية الفقيه او القائلون الان في الجهورية الاسلامية القائلون بولاية الان جملة من الاحكام التي تصدر من الدولة او من القائد او من المتول او من الولي هذه احكام شرعية كالصوم والصلاة لأحكام ولائية اي منهما طبعا القائل بالاحكام الولائية ما متوقف للقول لان يقول بولاية الفقيه ها يكون في علمكم لانه الان جملة من الاحيان ان الفقيه يشخص في هذا الزمان لابد ماذا ان يحرم كذا هسا خلينا نتكلم بلغة السيد الشعيد الصدر انه في منطقة الفراغ المباحث قد يجد ضرورة ماذا الفقيه ماذا اما ان يوجبها او اما ان يحرمها من احيا ارضا مواتا فهي له ولكن يجب انه اذا فتح هذا الباب مولانا اكنا اسعدهم قدرة في يوم وليلة يحيون نصف بلد مولانا فهنا المتولي والفقيه يأذن بهذا او يحرم الاحياء وقد يقول قائل بانه فعليس يحرم هذا الجواب هذه قضية ولائية وليست قضية وفي زمان اخر يريدون ان يحيوا البلد يقول من احيا فهي ماذا فهي له تختلف من زمان الى زمان اخر هسا هاي الاحكام الصادرة من النبي ومن الامة من اي نوع هل هي من القسم الاول او من القسم الثاني هذا ان شاء الله بحثه سيأتي عندما ندخل في اقسام التشريعات الصادرة من النبي والامة انا كان بيودي بعد هذا ان ادخل الى مثال اخر ايضا له مدخلية الزمان والمكان ولكنه الان فعلا صرفت النظر اريد ادخل الى البحث مباشرة اقسام وانحاء التشريعات الصادرة من النبي والامة عليهم افضل الصلاة والسلام اخواني الاعزاء انا اتصور الان كل ما اقول لكم باهمية وعظمة وخطورة هذا البحث اتصور ان الاخوة لا يوجد عندهم تصور واضح لكن من خلال البحث سيتضح اهمية هذا البحث وخطورة هذا البحث في عملية الاستدلال التبقى النوع الاول او النحو الاول ابر عنه ما تشاء لانه هذا العنوان او هذه المسلة ما مطروحة في كلمات الفقهاء حتى نتكلم على الصلاحهم النحو الاول من التشريعات النوع الاول من التشريعات هي التشريعات الصادرة من النبي وائمة اهل البيت التي تعد جزءا من الدين يعني انت جنافك عندما اقول لك اعدد للاحكام انت واحد من الاحكام ماذا تقول لي وجوب الصلاة واقعا وجوب الصلاة من الاحكام الثانوية في الدين لو من الاحكام المتغيرة في الدين لو من الاحكام الثابتة في الدين ثابتة ما بيه وجوب الحج وجوب الصوم وجوب الزكاة اذا ما اقول وجوب الخمس لانه فيه كلام انه هذا من هذا القسم او من قسم اخر حرمة الغيبة حرمة الكذب حرمة الربا حرمة النميمة وجملة من التشريحات الصادرة أصلا ثابتة في القرآن وبياناتها التفصيلية شرائطها موانعها صحتها فسادها أجزاؤها أركانها وإلى غير ذلك جاءت ببيانات ممن من النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من هنا يطرح هذا التساؤل إخوان الأعزاء وهو تساؤل يحاول البعض أن يمر عليه مرور الكرام وهو دور السنة في الدين السنة هسأنا أتكلم إما على مصطلح مدرسة أهل السنة والجماعة يعني أقوال وأفعال وتقيرات النبي وإما بالمعنى الأعام على مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا اشتال ولا شبه أن السنة هي المبينة للدين على المعنى الخاص أو المعنى ماذا العام على المعنى الذي تعتقده مدرسة الصحابة أو المعنى الذي تعتقده مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والروايات الآن وارد في ذلك وقبل ذلك النصوص الدال على ذلك النصوص القرآنية والآيات القرآنية كثيرة جدا أنا أمر عليها إجمالا قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بس هنا فاتبحت كلامي أن هذه الآية المباركة تكلمت عن النطق يعني عن ماذا؟ عن القول فهل أنه وما يفعل عن الهوى وما يقرر عن الهوى إذا قال قائل النعم قد يقال لهم الدليل النص القرآني يقول ماذا؟ وما ينطق يعني مختص بالأقوال فكيف توسعوا ليشمل الأفعال ويشمل ماذا؟ ويشمل التقيرات الجواب في جملة واحدة الآن فعلا وبحثها موكون إلى علم الكلام هو أن القرآن قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الحرام بس الأكل وباقي التصرفات محرم الآية المباركة عندما قالت لا تأكلوا أموالكم بس الأكل منها محرم هو بعض أموال ملانكم ممالك الأكل أصلا أصلا هاي الآية تشملها ولا تشملها إذا تكلمنا بحق الآية لا تشملها لأنه ليست أكلية حتى تؤكل إذن إنما ذكر الأكل باعتبار أنه أوضح ماذا؟ أوضح المصاديق القول أوضح ماذا؟ أوضح المصاديق وإلا التشريعات الصادرة من النبي الفعلية والتقريرية لو نسبت إلى باقي ماذا؟ التشريعات الصادرة القولية أساس النسبتها ما هي؟ قال لي فهي من باب أوضح المصاديق إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم ما وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يحق يحق ثم هذا الذي ما ينطق وما يفعل وما يقرر إلا عن وحي القرآن قال له في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومن الواضح أن المراد من الذكر في الآية هو القرآن الكريم إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافره هذا الأصل الثاني إذن رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يبين لنا ما نزل إلينا وهو القرآن الكريم ثم بعد ذلك التفتولي جيدا قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم وما نهاكم عنه فنتم بل أورح من ذلك جميعا قال يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول هنا ذكر جملة من الأعلام أنه لماذا أن الآية المباركة كررت الإطاعة ولماذا عندما جاءت إلى أولي الأمر لم تكرر الماذا ما قالت أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع أولي الأمر منكم قالت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وما قالت وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم أبحاث مفصلة وهو مهمة واقعا نتجرون الآن في مثل هذه الأيام هذه الأبحاث مطروحة على كل سياف على كل مستوى إخواني الأعزاء واحدة من الوجوه التي ذكرت لتكرار الإطاعة وزن يقول للتأكيد وأنتم تعلمون خلاف الأصل لأن الأصل هو ماذا؟ هو التأسيس وليس التأكيد وجه آخر يقول باعتباره أن القرآن بيّن شيئا وأن الرسول بيّن ماذا؟ أشياء أخر وراء ما جاء في القرآن الكريم يعني القرآن الكريم فقط بيّن وجوب الصلاة أما عدد ركعات الصلاة أما أحكام الصلاة أما أجزاء الصلاة أما الشرائط موانع هذه كلها بيانات ممن؟ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فإذا أطيع الله وأطيع الرسول هذه لبيان هذه النقطة أن هناك مجموعة من التشريعات من الله ومجموعة من التشريعات ممن؟ فإن شاء الله تعالى في بحث الغد سندخل أن هذه التشريعات الصادرة من الرسول الأعظم هل نزل بها وحي وهو مبين ومبلغ؟ أو أنه هو شرعها من غير أن ينزل بها وحي أي منهم؟ وهذه هي الولاية التشريعية التي يصطلح عليها في قبل الولاية التكوينية الولاية التشريعية مو معناها أنه يبين ماذا عن الله؟ الولاية التشريعية مو معناها أنه هو يشرع هذا التشريع لو سألته من أين؟ مرة يقول أن جبرائيل جاء به ماذا؟ عن اللوحة المحفوظة عن الله سبحانه وتعالى ومرة يقول أنا شرعت هكرة صلاحية موجودة للنبي أو غير موجودة وإذا موجودة بينت الروايات حدودها أم ماذا؟ أم لم تبين؟ هذه قضية أساسية إخواني لأنها مرتبطة بصلب عقيدتنا وهي أنه إذا ثبتت هذه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فهل انتقلت إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أو هذه من مخصصات النبوة أي منهما؟ هذا هو الخلاف المعروف أن الأئمة عندهم ولاية التشريعية أو لا توجد عندهم ماذا؟ ولاية التشريعية يعني يشرعون كل ما يشرعونه إنما هو من رسول الله تعلمان تعلموه وبينوه يبلغون عن رسول الله أو لهم ماذا؟ يشرعون أيضا ثم بحث آخر إخواني العزاء هذه خريطة البحث أنا إذا أستبقهم حتى تعرفون أهمية هذه الأقعاد هذه التشريعات الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 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 من الأئمة هل هي من أجزاء الدين أو أنها من ماذا؟ من الأحكام الولائية إياه من المتغيرة وغير الثابت هذه كلها مفردة مفردة لابد أن نبحثها لأنه في غد عندما نريد أن نأتي إلى تشريع صادم من رسول الله لابد أن نشخص نوع ما هو لأن تشخص نوعه وتشخص حقيقته يختلف من حكم إلى آخر ومن سنخ إلى آخر على أي الأحوال؟ القرآن الكريم حتى يبين حظمة إطاعة الرسول قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله أساسا هذه فتقاعدة كلية موجبة كلية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله روايات هذا على مستوى الآيات القرآنية إجمالا الروايات بإخوان الأعزاء كثيرة في هذا المجال الوقت لا يسع أن أقف عندها جميعا ولكنه من باب الإشارة أشير إليها من هذه الروايات روايات واردة وصحيحة وكثيرة ومعتبرة عند القوم قبل أن تكون معتبرة عندنا من هذه الروايات هذه الرواية الروايات موجودة في مسندي أحمد المجلد إسحادي عشر إخوان الأعزاء صفحة 57 في رواية 6510 الرواية عن عبد الله بن عمر الرواية عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله أريد حفظه فنهتني قريش هذا الصلاح قريش إخوان الأعزاء لابد يتضح في النصوص هذا القريش من المراد من قريش في النصوص وإقراء تشير إلى أن الخط الأموي يحبر عنه في الروايات بأنه ماذا قريش وأمير المؤمنين في نهج البلاغة هي يقول قريش نحتني نحتني مو مقصودة جنو العموم وإنما قصوصه سنله محل أرد قال فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله بشر إنما أنا بشر مثلكم يتكلم في الغضب والرضا بشر من في النتيجة هذا الغضب والرضا أيضا يؤثر على أحواله فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق هذا الناس ونصوص كثيرة أولا في الحاجة يقول إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين والمحقق أمو المعلق أمو إنسان عادي شعيب الأرنعو وهذه الرواية ثم يدخل في بحث مفصل في سند الرواية وموارد ورود هذه الرواية في الرقم ستة آلاف وثمانمية واثنين ستة آلاف وتسعمية وتلاثين سبعة آلاف وثمانطعش وسبعة آلاف وعشرين من الكتاب هذه الرواية واردة هذه الرواية بها أمران أخوة يفاد منها استفاد منها الأمر الأول يستفاد منه أن كل ما صدر منه فهو حق طبعا هذا ثابت عندنا أنا أريد أن أقول أن القضية إجماعية بين علماء المسلمين لا يوجد خلاف في هذا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وهو في حياته يأمر بالكتابة لا يتبادر إلى الذهن أن السنة أو القرآن ما كتبت في زمانه بعد ينجنوا كتبوه السنة ما كتبت بعد ين ماذا لا 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 أبدا أن رسول الله في زمانه كان يأمر بالكتابة هذه رواية مولان رواية أخرى أيضا في هذا المجال وهي من الروايات الجيدة والمفيدة ما ورد في الصحيح سنن الترمذي هذا الكتاب سنن الترمذي تعلمون أنه فيه روايات صحيحة وفيه روايات ضعيفة فإخواني الأعزاء رجائي بعد عندما يقولون لا يقول ورد في سنن الترمذي كل ما ورد في سنن الترمذي الطرف الآخر مو بالضرورة ماذا يقبل ولذا الألباني كتب كتاب صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن ماذا الترمذي صحيح أبي داود وضعيف ماذا أبي داود حتى الكتب التاريخي يا إخواني الأعزاء للملاحظة لا تقول لي ورد في تاريخ الطبري لأنه تاريخ الطبري سنف منه صحيح للذيان منه مجين ضعيف الآن مضحيفين ولا البرزنجي كتب من العراقين هذا كتب مولانا صحيح وضعيف تاريخ الطبري في 14 مجنة يمكن للإخوان ولذا إذا تريدون تستدلون حاولوا التتبع المنهج المقبول هذه الرواية واردة في صحيح سنن الترمذي الرواية هذه قال حدثني فلان عن أبي سلمة ربيب النبي قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله لا عفوا المولانا مهم صفحة 64 إخوان صفحة 64 من صحيح الجزء الثالث صفحة 64 الرواية قال قال رسول الله ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكع على أريكته سيقول بيننا وبينكم كتاب الله أي المقول اللي الآن مستحدثة أخيرا حتى في أوساطنا الثقافية الشيعية الآن من تقول لها يقول لي وان بالقرآن تبين أن رسول الله كان واقعا يعلم أنه ما سيحدث بعده يقول وهو متكع على يبلغه الحديث عني وهو متكع على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ليس بازل إلى ذهنكم بأنه كذا يقول صحيح ويدكر المصادر وأختم حديثي بهذا الكلام واقعا هاي ما قولت كفانا كتاب الله يكون في علمكم هاي ما قولت كفانا كتاب الله كانت بقولة في صدر الإسلام أسس لها الخوارج ولم يقل بها أحد من علماء المسلمين إلا ماذا إلا الخوارج علي لحوان هذا النص موجود في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى ثلاثمائة وتسعة وعشرين من الهجرة هاي العبارة عجبتني قلت أنقلها للإخوة يقول وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فأسأل لماذا شنو الملازمة أنا أبين هذا لأنه في الآونة الأخيرة مع الأسس الشديد قلت لك هذا ثقافة أيضا تنتقل وين إلى الوسط الشيعي أيضا وهو أنه كثير تتكلم معه يقول لي لاتقل لي رواية روايات ضعيفة يوم ما معلوم أولها آخرها شنو جيب لي من من القرآن لا 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 أخي الحديث ديننا قرآن ماذا ها ديننا حديث السقلين إخوان الأعزاء ما إن تمسكتم شنو بهما لا به ولا بها يكون في علمه لا به اللي القرآن ولا بها اللي شنو طبعا في الحوزاتنا العلمية لا أنا ما أقول طبقة من تقول لي القرآن يقول لي معا لي شوفوا شوفوا العترة شي يقولونه لا هذا منطق خلاف النص حديث الفقلين المتوافق حتى نحن نكون منصفين كما لا نقبل ذلك النهج وهو أنه قرآن بلا عترة ولا سنة لا نقبل عترة وسنة ماذا بلا قرآن خلاه ما ينجي من الضلالة ولذا إذا أنكر أحد أحدهما فقد أنكر ماذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول لي الكتاب ولا يقبل ماذا ولا يقبل العترة الآن بق عندنا بحث آخر وهو أنه أساسا هل أن النبي صلى الله عليه وآله مبلغ فقط أو أنه مبلغ ومشريع هذا أطبعنا نحن في القسم الأول إن شاء الله ستمت الأبحاث سأتي والحمد لله رب العالمين جالين صاد قلوبا أممي أممي بجمالي بجمالي وشرف حجر ورد آياء آياء خلقين وبر العالمين مدد الله مددنا ترجمة نانسي قنقر